نضم إلينا من القامش لي مراسلنا هجار السيد هجار بزيد من التفاصيل عن هذا الهجوم نعم يوسف بحسب المعلومات هناك عشر عناصر تابعين للجيش السوري مفقودين حتى هذه النحضة ويرجح القبراء بأن يكون كما استطافهم من قبل قناية تنظيم داعش واكتيادهم إلى بادية الميادين والموقع الجغرافي الصحراوي ولذلك تشهد منطقة ميادين وخاصة بالتحديد في منطقة الاستهداف استفارا أمنيا من قبل الأجهزة الأمنية السورية وأيضا من قبل الجيش السوري وبحسب المعلومات كان هناك سبع متفعات تابعة للجيش الروسي أيضا تواجدها صباح هذا اليوم وست عربات تابعة للجيش السوري في منطقة الاستهداف ويذكر بأن يعتبر هذه العملية من أكبر عمليات تنظيم داعش خلال هذا العام حيث قتل أكثر من 23 عنصرا من الجيش السوري باستهدافهم من قبل خلايا تنظيم داعش لأربع حافلات مبيت ويسهل على خلايا تنظيم داعش استهداف الحافلات بشكل مستمر لأن خلايا تنظيم داعش تعلم جيدا توقيت خروج ودخول حافلات المبيت ويتم استهدافها بشكل سهل من قبل خلايا تنظيم داعش لأن هذه الحافلات لا تحمل أي أسلحة ثقيلة يتم نقل عناصر الجيش السوري إلى الإجازات لذلك يتم استهدافهم بشكل سهل من قبل خلايا تنظيم داعش وتشهد المنطقة استنفارا أمنيا كبيرا من قبل خلايا تنظيم داعش ويذكر بأن التنظيم فور أعلان عن تنصيب زعيم جديد يقوم بعمليات دموية في المنطقة وكانت أخيرها قبل ثلاثة أيام باستهداف منطقة معدان وقتل على إثرها عشر عناصر تابعين للدفاع الوطني تابع للجيش السوري في منطقة في الريف الرقة واليوم قتل نحو 25 عصرا من قوات الجيش السوري في بادية الميادين في الريف الشرقي لدير الزور هجار كيف هي ردود الفعل أو كيف تتعقب قوات سوريا الديمقراطية هذه الهجمات خصوصا أنه صيحية ليس في مناطقها لكن قريبة عليها وهناك أيضا كما نعلم عمليات من قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقوات أمريكية ضد داعش هل تقلق زيادة هذه العمليات قوات سوريا الديمقراطية قياداتها كيف تتابع هذا النشاط المتزايد لداعش في الجوار نعم يوسف خلايا تنظيم داعش يستغلون وخاصة المناطق التي يتواجد فيها نقاط الفاصلة ما بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش السوري نلاحظ بأن خلايا تنظيم داعش يستهدفون هذه النقاط أولها كانت نقطة معدان وهي النقطة الفاصلة ما بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش السوري تستغل هذه الفوضى لذلك يقومون باستهداف عناصر الجيش السوري وأيضا قوات سوريا الديمقراطية في تلك المنطقة وأيضا بادية الميادين والذي يوجد هناك نهر يستطيع خلايا تنظيم داعش تحرك بشكل سهل في تلك المنطقة ويستغلون وجود قوات سوريا الديمقراطية وعدد كبير من الميليشيات الإيرانية وأيضا وجود تحالف دولي لذلك تستطيع استغلال تلك بعض النقاط وخاصة النهر الذي يتواجد في تلك المنطقة في ريف ديرزور الشرقي وأيضا الموقع الجغرافي الصحراوي في بادية الميادين حيث يتحرك فيها التنظيم بشكل سهل جدا وكان لدى التنظيم إصدارات كثيرة في تلك المنطقة وصورت فيها القيادة اليومية لذلك تستطيع خلايا تنظيم داعش استهداف حافلات المبيض للجيش السوري وأيضا استهداف سيارات قوات سوريا الديمقراطية في النقاط الفاصلة بين قوات سوريا الديمقراطية وأيضا الجيش السوري في المناطق الفاصلة بين القوتين شكرا جزيلا لمراسلنا القامش لهجار السيد